السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من فانتاكتيك حلقة اليوم هنتكلم فيها عن عودة الجماهير للمدرجات مجددا نتكلم أيضا عن تقديم الهلال لمدرب الجديد نتكلم أيضا عن بعض الأخبار الخاصة بنادي المريخ قبل مبدل الحلقة لايك الحلقة مهم جدا تعمل لايك ما مشترك أنزل أشترك في القناة وتأكد أنك مفعل جرس عشان يصلك كل جديد حنبدأ حلقتنا بأن السلطات السودانية توافق على دخول خمس ألف مشجع للأندية والمنتخبات في الفترة القادمة وده خبر بالتأكيد خبر حلو جدا بالنسبة لكل الأندية وحتى المنتخب الوطني في مبارياته القادمة لكن كان ممكن يكون في تعديل بسيط جدا جدا مدى الخمسة كان ممكن يكونوا عشرين ممكن يكونوا خمستاشر بدرجة أقل ممكن يكونوا عشر لأنه نتكلم عن التباعد الموجود في إجراءات صحية خاصة بالكورونا ممكن يكون عادي جدا الجمهور في كل الإستاذ زي بقى بنشوف الدورة الإنجليزية في الدوريات العالمية بيكون في مسافة خاصة بين المشجع والمشجع ويكون في إجراءات بتاع الدخول صحية مسؤولة منها الدولة لكن برضو ممكن اشتراطات أمنية خاصة بالدولة اللي يتوافق بس عليه الخمسة ألف مشجع في التوقيت ده تحديدا طيب لو اتكلمنا عن إنه الخمسة ألف اللي هم موافقوا عليهم في التوقيت ده تحديدا منه الخمسة ألف حيخشوا الملعب منه الخمسة ألف حيخشوا الأستاذ عشان يشجعوا حابي برضو أرجع لكم لحاجة مهمة جدا جدا خاصة بالمشجع السوداني نحن مشجعنا ممكن خش الأستاذ يستمتع بالكورة محب جدا للكورة ممكن يصل بهه أن يتصرف أي تصرف هو شايفه مناسب عشان فريغه خسر أو في هجمة ضاعت أو في واحد من الجمهورة الثاني شتم ودحل كرة القدم لكن نحن في السودان بنحب أندياتنا زيادة طيب لو نحن الليلة مثلا برضو واحدة من الحياة اللي أنا برضو حاب أتكلم عنها في آخر مباراة للمريخ بحكم المريخ لعب مبارتين داخل أرضه الجمهور ما كان بيتفاعل مع أي هجمة إلا لما تكون حلوة يعني يتفاعل جدا مع الهجمة لما تكون هجمة ممتازة ظريفة جميلة لعبة كده فا لمسة جمالية حلوة بتحس أنه طوال الجمهور كله تفاعل معه وعمله يعني ردة فعل وحتى لما الجمهور كان ممنوع أن يخش الملاعب كان في ناس بتخش الملاعب ممكن يكونوا صحفيين ممكن يكونوا رجال أعمال ممكن يكونوا ناس أخطاب نادي قريبين من النادي من اللعيبة لكن هل لو هم ديهم اللي بيخشوا لما كان المنع موجود هل هم اللي حيخشوا لما تكون في الموافقة بالخمس ألف مشجع هنا حتكون الفروقات وهنا حتكون شطارة الإدارات في إنها كيف توجه الجمهور في إنه يفيد النادي بشكل أفضل هل أنت في التوقيت التحديدا محتاج لجلابي يقعد لك على الأستاذ في إنه يتفاعل معه هجمة بعد كل عشرين دقيقة ممكن في المباركة اللي يتفاعل أربعة مرات ولا حتى يصفق ولو لا قدر الله فريغ الخسر اتعادل ضيع اللعب هجمة ممكن جدا يصل بشتائي مناسبة بالنسبة لللاعبين أو حتى يعترض بطريقة اللي هو شايفة مناسبة بالنسبة لللاعبين في مبارياته ممكن تكون مهمة جدا أنت محتاج فيها للنقاط فعشان كده إداراتنا كيف حتتعامل مع إنه الملف بتاع الخمس ألف مشجع توجهه وين عارفين نحن شخصيتنا وعارفين العقلية بتاعتنا إنه تخش الأستاذ زعلة بيتصرف أي تصرف ممكن يكون سيء لكن هل دا معناه إنه ما في جهات منظمة بتشجع بشكل أفضل لا موجودة والناس عارفوا الكلام دا كويس اللي هي الأولتراس الموجودة المخاص بيناديية القمة وفي مباراة المنتخب مفروض يجمعوا الأولتراس دا والأولتراس دا يخش ويشجعوا المنتخب من اللي تنسواه ويستغنوا عن أي مشجع تاني ممكن ما يتفعل مع الجيم فعشان كده الأولتراس الحاليا موجود في نادييه الهلال والمريخ هو الأحقة بإنه ياخد الفرصة في إنه يخش الملعب ويشجع يا جماعة الأولتراس بيخشوا الأستاذ ويشجعوا طول الماطش ويكونوا يدين ظهروا للمباراة وممكن بيستمتعوا بالجيم ولا يكونوا فهمين الحصل في الجيم شنو بس مهمتهم الأساسية إنه يشجعوا النادي لغاية ما ينول الحاجة اللي هو خش عشان المباراة فده الأحقة وده المنطبه وإنه يحصل في المباريات اللي انت معتاج فيها للنقاط زي مثلا المباريات القادمة في البطولة الأفريقية ومباراة المنتخب خصوصا مع جنوب أفريقيا فبالتالي هنا الأولويات وهنا الأحقية وهنا منول بفيدك فعشان كده نحن كلنا حندعم إنه يكون الأولتراس هو المسؤول من المباريات القادمة في دخول الجماهير وتشجيع النادي في التسعين دقيقة أو لغاية ما الحكم الصفر في المباريات القادمة طيب حنتكلم شوية عن المؤتمر الصحفي اللي يمكن قدمه العمل الهلال للتقديم المدرب الجديد المؤتمر الصحفي دي جماعة حاليا هو من المؤتمرات الصحفية الكويسة جدا من خلال الناتج الحصل من نسبة لكلام المدرب كلام أنا بالنسبة لي زي سمعته قبل كده ممكن نتكلم عن إنه زوران مانوليفيتش حينما قدم أول مرة يتكلم بنفس اللاجئة لتكلم بها ريكاردو فورمينسين يونونيس يتكلم عن إنه ما بعيدكم بالمطولات بعيدكم بفريق قويس جدا حالحاول أن نبني الفريق أنا فهمت الفريق فاهم أجواء السودان هي نفس التصريحات وممكن تترجع الحلقات القديمة أنا تكلمت عنه في القناة هنا الفروقات ممكن تكون الأوجهة الشبه بيناتهم الكلام أوجهة الاختلاف ممكن تكون بعدين في ناتج الفترة اللي حيقديها المدرب في السودان ناتج الفترة ريكاردو أو عفول زوران قد حوالي ثلاثة وشهور نص أو أربعة شهور كم حيقضي المدرب الجديد بالنسبة للهلال في الفترة الجاية هل حيقضي العقد بتاعه اللي هي سنتين ويقدر ابني فريق بحكم إنه كمدرب عالميا معروف خبرته كبيرة جدا وصل لدرجته إنه موريني مبارع عامل تويتر بيتمنى له فات توفيق أه وردا على بوست هو عمله على تويتر في إنه ماشي الهلال نادي كبير على مستوى الإفريقية نادي عنده طموحات جماهيره كبيرة جدا ده كلام ريكاردو فرموسين والنيس شكر فيه مع المستشار تركال الشيخ في إنه هو قدم كل المعينات لتحقيق النجاح حاليا الجهاز الفن الهلال ما حيقعد زي الأكهز الفنية السابقة حيكون موجود في فندق كورنثيا بالخرطوم ودي واحدة من حقيقة الدعمات الممتازة جدا جدا دعم زخي كبير جدا بما عالم مستشار تركال الشيخ هتحسب ليه في الفترة دي تحديدا بالنسبة ل يعني تكفلوا بكل الشي الحاصل بالجهاز الفني بالنسبة للهلال لكن أنا بعيب شوية على إدارة نادر الهلال الموجودة حاليا بالذات الإدارة التنفيذية الخاصة بتقديم المؤتمر الصحفي تقديم المدر في المؤتمر الصحفي إنه يكون بالطريقة الأعتقد أنها غير جيدة بالمرة مهما كانت دعم معالم مستشار دعم مساخي ودعم كبير جدا يحتاج شوية تنظيم على مستوى السودان عشان أقدر يزخر بالمستوى الأفضل في توقيت أنت محتاج العالم كله بعاليك لمدربك اللي أنت جيبته جديد للمعالم مستشار لإدارة الهلال للنجاحات اللي أنت بتعمل فيها للتحديات محتاج تصار بشكل أفضل عشان كده المؤتمر كان في الإمكان يطلع بطريقة أجمل من ديبة كتير مع احترامي يعني أنا أنا كوسير لو لو عندي شركة صغيرة جدا بتورد أي حاجة شركة ما تتعد ممكن موظفين ما يتعدوا الأصابع موجودة حاليا وأنا مسؤول من نادي الهلال في أي حاجة في النادي حاجي بشركة تكون راعية للحفل ده لو أدفع خمسين ألف لو أتكفل بس بالموية لحتيجي الموية المعدنية للناس أنا حقول أنا الراعي الأساسي للحفل ده ناهيك عن إنك إنت تجي لكل الشركات في السودان تعمل أفر يا جماعة نحن عندنا عرض بالنسبة لكل الشركات إنها طرع المؤتمر الصحف الخاص من هذه الهلال في التوقيت تحديدا القنوات التلفزيونية منوفيكم عايزي نقول الحفل ده حفل التوقيع مدرب الهلال الجديد تخيل معي كم شركة حقيق وخلي الأوفر يكون عادي جدا أقلاه أنت تحاول تبث فينا دوافع إنه في ثقافة بتاعت استثمار جديدة ثقافة إنك إنت تضم شركات عليك في إنهنا عايز خمستاشر شركة تكون راعي الحفل الافتتاحي خمستاشر في حساب خمسين ألف مع تقدم الخمسين ممكن تكون كتيرة بالنسبة لشركات كبيرة في السودان في إمكانه إيه اللوقو بتاعي تخطى مع اللوقوناد الهلال جمهور الهلال كل يعايل المؤتمر الصحفي دي شركة كده دي شركة كده دي شركة كده حتى المدرب ذاته يجي عاين يقول ما شاء الله الرعاية عالية جدا فبالتالي مستقبلاً اقتصادياً أنت عندك أفكار استثمارية اللمسة الممكن ما أعتقد إنه مع المستشار يسيب الشغل بتاعه عشان يجي عمل اللمسة الأخيرة دي دي تغطيش خاص بالإدارة خاص باللجنة التطبيعة الخاصة بالهلال خاصة بالإدارة التنفيذية خاصة بالزول المسؤول من المؤتمر الصحفي عشان كده الإيجابيات بشكل عام كويسة جداً في المؤتمر ده لكن الشكل اللي يمكن تقدم به المدرب ما أعتقدونه كان بالمستوى الأفضل حقول الخبر يمكن شوية كده بيتصل بنفس الخبر ما اتكلمت عنه مشويدا اللي هو مدرب الأحمال وصل رسميا للسودان لمباشرة أعماله مع نادي المريخ برضو واحد من الحاجات المهمة جداً اللي يمكن حصرت في الليام الأخيرة مدرب بتأكيد معروف لعب المريخ بعرفه إذا بتعرف المريخ بتعرفه بشكل جيد جداً هو بيعرف المريخ وحصرت مشاكل قبله كده وحالياً اتزللت كل العقبات ورجع بتأكيد حيفيد المريخ بشكل كبير أشيء المهم في الموضوع ده إنه أنا الصورة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي اللي هو الرجل اللي تتصور مع المدرب الجديد انت واجهة بتاعة نادي مفروض تحاول بقدر الإمكان تصهر بشكل إليق بجمهور المريخ كله الجماعة محتاجين شوية نهتمة بموضوع اللبس بشكل كبير على مستوى عن ديتنا والناس المهتمة بالزاد بالسوشيال ميديا مهتمين بالمراكز الإعلامية مهتمين بالظهور عن النادي أو عن جماهير النادي في الفترة دي انت محتاج تصهر بشكل أفضل عشان تقل تليق بناديك وبجماهيرك وبمنظومتك وبتاريخه كله فدي يمكن رؤيتي في النهاية حبت كلام عن حاجة مهمة جدا اللي هي قضية السلاسة السلاسة جماعة رمضان عجب محمد الرشيد باخت خميس قضيته ما وصلت للاتحاد الإفريقي ممكن تكون مشهد محكم التكاس لكن ما وصلت للاتحاد الإفريقي التحاد الإفريقي عشان كده ممكن جدا جدا ما يصدر أي عقوبة في حقها السلاسة في الفترة الجاية وده كلام واضح جدا وصريح طالما المشكلة مشكلة داخلية وانا شايفينه كلام ممكن للاتحاد إدعمد ما عمل كده عشان نستفيد من اللاعبين التلاتة على مسؤول منتخب الوطني وشوفنا مكانات ربضان عجب لما ندخل مباراة المريخ الأخير مع سيمبا أحدث الفارق أحدث الفارق بشكل كبير وده شي أنا كنت مستبعد ولكن يعني ده وافع اللاعب وطموحه بالتأكيدة كانت أكبر من كلامنا في الفترة الفاتت دير ويأتينا حلقة اليوم شاكر لكم كثيرا لحسن المتابعة وان شاء الله دايما تامين ولامين شكرا